اتزلك على صوت المروحة اللي طالعا معنا الجوة عندنا في مصر الموضوع بقى صعبة حتى بالليلة يا سديكي الجوة حرق اوي. سديكي العزيز لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب. ما عجبكش براحتك يا سديكي ممكن تشتري في القناة برضو. تحت شعر حاكرون المناركة وقلو منك ويا لك ده عطوش يا ويا لك ده عطوش يا صحبة اللي حلوة دية. سديكي العزيز الاخ الكريم ده حكم مغربي موجود في زيوريخ. الرجل ده على نفسه او اعرف نفسه ان هو مواطن مغربي سويسلي او مواطن سويسلي مغربي وان هو بيحكم في الدوري السويسلي. طب وده ما له لما هو اغزة يعني. بص هو حاجة شاف ان في مشكلة كبيرة لما هو اغزة يعني بسبب موضوع نادة دركان والتحاد العاصمة كراجل مغربي متابع للشأن المغربي قرر ان هو يقول لك الله. هما بيقولوا لما اغزة يعني ان ده مش قانوني ازا كان ما اتحفل فيها نفسه في خارطة المملكة المغربية. اذا ازاي ده مش قانوني. الله بجد ماتحفل فيها فيه خارطة المغرب اه. لا على كده بقى مفروض ان الجزائر تكتع بالفيفا وبطولات الفيفا ومفروض ان هي الطالب بتطهير الفيفا من اللاجع. ايه ده؟ اللاجع والفيفا. ازاي يا معلم هاتي يسيبهم هم كده كده مسكين في الحتة دي. خش دوي بس بنراحها علشان خاطر فيه ناس بتزعل من الحياة. اه مواطن مغاربي سويسري ولا سويسري مغاربي. اه حاكم سابق في التوري وسويسري. هاتقول لها ساحبي معليش وانت ليه ما بتعملش زي اليوتيوبر التانين وبتحط الفيديو فوق كده. الله يا ساحبي انا بعمل كده بس ساعت باخد كوب رايد كتير. فبكبر دماغ الفترة الاخيرة وبنعمل كده في اللايفات. الان كانت واجده في المتحف ديال الفيفا في زوريخ السويسريان. هدي كاس العلام الاصليا اللي كتجيه اللي انها كتكون في المتحف حتى كيوصل الوقت يا الكاس العالم. وكان تمشي للدولة. للدولة اللي بتنظم البطولة. ده بعد يمشي معكم باش نتقسم معكم واحدة معلومة اللي هي موينة جدا جدا. اه للتنوير وليس للتقرير لانها صراحة ان سحراء وفي مغربية ومغرب وفي سحراء. ايه ولكن كان البعض مثلا كان البعض المساكن اللي كيجي. والله يا دولي بنقول كده. والله يا دولي بنقول كده. بنقول السعراء في المغرب. والمغرب في السعراء. والكصة منتهية. بس هنعمل ايه ده ولي بعيد عنك. فيه ناس تخاف ما تختشيش ومسكين في شوات شعارات. هم اصلا مش عارفين معنيها. دقيقة وكي تبعوا لي البروبارغاندا. اه اليوم غدي نمشي معكم. لهادي هاد الشاشة اللي كنتشوفوا هنا هي اللي متحفز يعني في الامور ديال الفيفا. وهنا هي الشاشة ديال الشاشة ديال اعضاء الاعضاء المعترف بها. دول الاعضاء. منطرف الفيفا. ويجينا نزومي على على الخارجة لها المغربة. الخارجة لها المغربة الفيفا حتى هالطريقة هادية اه لا نخاف يعني لو ما تلائم هالشي اللي كان لها المغربة في السحراء. اي مسحراء في المغربية منطورة للجوارة. و باش نتاكدهم زيان. باش نتاكدهم زيان. و القصة لها المغربة. شنوغ اه. شحال ما تشلعب وشكل مرغب حالي ويندرج راجل مغربة. يعني من الاخر يا صديقي الفيفا في المتحب بتاعها في الدول الاعضاء. الفيفا المتحب بتاعها في الدول الاعضاء يا صديقي العزيز. وممكن تخش تعمل على الدولة اللي انت عايزها. بالخريطة بتاعتها هتنزول لك الخريطة هتنزول لك التسليم بتاع الفريق. حاليا هتنزول لك اسم المدير الفني. هتنزول لك كمان الانجازات. نزومي وعلى على الخارجة لها المغربة. الخارجة لها المغربة فحطها للطريقة دي لانا كنا 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 نترجع للجوارة. اه لا نخاف يعني لو ما تلائم هنشي اللي كان المغرب في السحر اي بس حر وفي مغربية انا نترجع للجوارة. وباش نتأكدون زيان. اسعب معبر رفح تعال انت من الجزائر حرره وافتحه لاخواتك. لمواغزة يعني عايزك تنزل على الارض اللي هو شبح معلش يعني. انا بسمع كلامك على النت كتير على معبر رفح. عايزك تنزل على الارض يا شبح. ولا انت لمواغزة. اسد في المواقع والواقع جلاش. لمواغزة يا صديقي. احنا مش نخش نحارب عشان نرضي جزائر. قلت الكلام ده سبع تلاف مرة. والتاني والتالت ورابع حبيب اخوك معبر رفح سيادة مصرية اسرائيلية. الجزائر ملاش عليك بمعبر رفح غير ان هي عمالة كاكي عليه. وهي دي حكاية قصة معبر رفح. اما اخونا اللي حكم الدولي فهو راح لمواغزة يعني. علشان خطر يقول للناس يا اخوانا في حالة لابس. الفيفا نفسها بتعترف بقارية المغرب كاملة. فكيف كولون ان اللي حصل ده ضد قوانين الفيفا? يعني ازا كانت الفيفا نفسها في المتحب بتاعها في قارية المغربية كاملة. من طرف الفيفا. واللي جينا من نزوم اللي وعلى على الخارطة المغرب فالخارطة المغرب الفيفا حطها بهالطريقة عادية من ترجع للجويرة. اه لا نخافوا يعني لو ما تلائم هادش اللي كان المغرب في السحرة. اي مسحرة في المغربية. طبعا الكلام واضحة والموضوع منتهي. يعني الكلام واضح والموضوع منتهي. وكسة خلصانة. عزينك من الشارب ايه? كسر المهمة الافريكية للفوتسل وكيمت في المغرب النسخة اللي فاتت. والمغرب فازت بيها. فين بقى? كيمت النسخة دي? في مدينة العيون. واه 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 واه. بجد اه. طب منتخب الجزار ما نصحبش ليه? ومنتخب الجزار ما خدش موقف ليه? لا والله اسنو ما اتقحلش يا باشا. بجد اه يا باشا والله. انا فاكر انا النسخة بتاع ايون دي لما الملعب طلع فيه سابونة على رأيي كابتن هشام صراح لمدير الفن المنتخب مصر. اللي من ساعة ما قال الجملة دي منتخب مصر للفوتسل ما جاش فيهم قدام. ويالله معلم اكتشفوا ان فيه سابون في الملعب والحمد الله تصبرنا وخدنا الحمام بتاعنا حمام مغربي زي ما الكتاب ما بيقول. صديقي العزيز هي دي الحكاية. الفيفا نفسها بتعترب بمغربية الصحراء او بتاع بلاش الفيفا عشان ما فيش حد بيعترب بمغربية الصحراء ولا الكلام الكبير ده مغربية الصحراء الصحراء في المغرب والمغرب عنده الصحراء بتاعته ومش محتاج حد يترف له بحاجة. فالكصة خلصانة والموضوع منتهي. اما بالنسبة للفيفا فالفيفا بنزل خريطة المغرب كاملة. فكيف تعترض انت وتخبر الفيفا ان اللي حصل ده رمز سياسي. والفيفا اصلا بتعترب باز الرمز السياسي. صديقي العزيز الفيفا خائنة وبطولاتها خائنة. عليك ان تتركها وعليك ان تقاطعها. ده الحل الوحيد. اللي انت لما اغزعني قاطع بطولات الفيفا عشان الفيفا طلعت مع المغرب وحكرونا المراركة وحكرنا فوز لاججع. ولاججع سيطر على الفيفا ولاججع صديقي انفنتينو. حلو البقيندل. يلا بقى معلم. سير انطلق في حالك. هي دي الحكاية. روح للفيفا وروح للطاس وقول لهم المغرب لمواغزة يعني عمل ترامز سياسي. هقول لك فين الرامز السياسي دي يقول لك دي خارطة المغرب. بقول لك مش قلق بعيدة عن انا. امشي امشي. امشي. رجاء تهزر معانا ولا ايه. معلش هستينا حافز الدراجة يحالفلي ان انا لو جيت طاس هتنصفني. يلا حكي. ايه روح روح اشكل حافز الدراجة. روح روح اشكل حافز الدراجة. روح اشكل حافز الدراجة مش ناس حاجة اشكل حافز الدراجة. روح اشكل حافز الدراجة. روح اشكل حافز الدراجة.